موسيقى أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين التعليم العالي جملة من التحديات تقفوا أمام هذه المفردة منذ سنوات وإلى الآن يتواصل العمل من أجل إنضاج حلول مختلفة لكل المشاكل التي تشكلت وتجذرت تحت هذه المفردة سياسيا أثرت الأمور في مفاصل كثيرة عندما نتحدث في هذا الملف لكن في المقابل الحلول هي الأخرى ما زالت حتى الآن دون مستوى الطموح لكل المشاكل التي يعاني منها هذا المفصل المهم الذي يؤسس لأرضية مناسبة لكل المفاصل والحديث هنا عن بناء الدولة الحقيقية إذا ما ردنا نتحدث عن المفاهيم الحقيقية للدولة لا بد أن يكون الواقع التعليمي بأعلى وبأفضل درجات وقبل ذلك أن يكون الواقع التربوي والحديث هنا عن المؤسسة التي تؤسس لنموذج مختلف للتعليم وتقدم نواة حقيقية للتعليم الحديث هنا عن التربية لكن اليوم نتحدث عن ملف التعليم المشاكل الموجودة في هذا الملف وفي المقابل أيضا جملة التفرعات الحاضرة في هذا المفصل الحديث مثلا عن الكليات والجامعات الأهلية التي شكلت حضورا كبيرا ما هي الإيجابيات؟ ما هي السلبيات؟ هذا الكم الكبير من الشهادات الجامعية في العراق على مستوى شهادة الماستر وكذلك على مستوى الدكتوراه ما هي الإيجابيات التي ستكون حاضرة من هذا العدد وكيف يمكن الحديث عن هذه التخمة في الأعداد وتفاصيل أخرى تتعلق في ملف التعليم من جانب التقييم وكذلك من جانب المتابعة والمراقبة وحيكم وناقشوا هذا الملف مع ضيفي هنا الدكتور ياسين العثاوي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي النيابي أرحب بجنابك كل الترحيب دكتور ياك الله شكرا جزيلا ياك الله دكتور يعني من وقت وإحنا متفقين على هذه الحلقة للحديث في هذا المحور بالتحديد وأنا أريد أبدو من جنابك في موازنة التعليم العالي قبل أن نتحدث عن التقييم وعن الحلول والمشاكل والمعالجات حتى نضع أرضية مناسبة للحوار الموازنة التي خصصت للتعليم العالي هل هي موازنة تكفي بالنظر للمحاضرة تكونت وكيل للوزارة في فترة قريبة هل من الممكن أن نقول أن الموازنة التي خصصت لهذه المفردة مفردة التعليم والبحث العلمي هي موازنة كافية للحديث عن بيئة نموذجية مثالية لمؤسسة التعليم العالي في العراق أم هي فقيرة وغير قادرة على انضاج هذا الواقع بشكل ينسجم مع التطلعات المعنيين شكرا جزيلا شكرا على الاستضافة وشكرا على تشخيص المشكلة وتشخيص العلة اللي موجود في تعليم العالي فرصة طيبة بنت نلتقي حضرتك ونطل على جمهورنا من خلال الفضائية سامراء الغناء بدءا حتى نستكمل اللي تفضلت فيه في المقدمة الجميلة أنه هناك عدة مشاكل تعتري عملية التعليم العالي والبحث العلمي لا بد من تشخيصها لا بد من وضع الحلود قديما كانوا يقولون التشخيص هو ثلثين علاج التشخيص العلة هو ثلثين علاج حتى نقدر نشخص دقيق يجب أن ندرس الحالة أو وضع التعليم العالي في العراق بدءا من الموازنة اللي فضلت بها حضرتك الموازنة غير كافية الموازنة لا تلبي طموحات ورغبات والأهداف وقدرات وإمكانات التعليم العالي في العراق عندنا طاقات عندنا إمكانات لكن غير مستثمرة فبالتالي حتى نقدر نستثمر هذه الطاقات يجب أن تكون هناك موازنة حقيقية تلبي طموح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما هي قيمة 1.5% من موازنة في التربية والتعليم 1.5% من موازنة ونحن محتاجين يعني آخر مختبر تحدث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي هي أساس في الاستخدام في البحوث العلمية في عام 2014 ونتقي ثمان سنوات وحتى البنى التحتية في القطاع التعليمي هي مترهلة هذا في المختبرات نذهب إلى البنى التحتية البنى التحتية هناك جامعات مستحدثة 15 جامعة مستحدثة لا زالت ما عدتها ابنية ما عدتها البنى التحتية غير مكتملة يعني جامعة غير مكتملة من حيث البنى التحتية والموارد البشرية وهذا أيضا يسبب عثرة في التعليم العالي هناك أيضا ضغوط والتحديات أخرى على أساتذة الجامعات كثير من الضغوط كثير من يعني عدم اعطاء هذا الأستاذ قدر في أن يكون كأستاذ المعي كما كان في عهوز سابقة إلى خطوة متقدمة في المجتمع شنو الضغوط يا دكتور يعني التحديات مثل البنى التحتية البيئة الجامعية غير مكتملة حتى يبدع لا متوفرة للعوامل المناسبة لا متوفرة أبدا أيضا أتكلم أيضا عن موضوع مهم اللي هو حماية الأستاذ الجامعي يعني هناك مثل ما طالبت قبل مدة في حماية الصحفيين وحماية الموظفين هذا موضوع مهم جدا يجب أن يكون هناك غطاء قانوني لما يمارسه الأستاذ الجامعي داخل البيئة الجامعية عندما يمارس وينفذ التعليمات والقوانين أعتقد جنب البروفيسور عذرا على المقاطعة أن الحماية غير متوفرة لأحد الأستاذ الجامعي ثمت شكاوة تصني على أساتذ الجامعيين بسبب مثلا مسكهم حالات غش مثلا فصل الطلبة لعقوبات انضباطية هذا الموضوع مهم جدا أنه كيف نحن زملانا أدما يمارسون دورهم في تنفيذ التعليمات والقوانين والضوابط اللي موجودة في البيئة الجامعية طبعا هي ضغوطات متعددة وأيضا في تبويبات مختلفة كان لنا اليوم لقائم أيضا مع السيد رئيس مجلس القضاء العلاء وطرحنا هذا الموضوع موضوع حماية الأساتذة حماية الأساتذة والرجل وعد خير لماذا أنت قرحت وصلتكم شكاوى؟ أكيد نعم طبعا هو أي أستاذ أو أي طالب وصلتنا شكاوى عديدة وإن كانت قليلة لكن لا يمكن أن نغفل عنها لأنها ممكن أن تؤسس لشكاوى وتجاوزات أخرى على الأستاذ الجامعي الأستاذ الجامعي في بيئة جامعية نبي علم يجب أن يكون بهذه الصيارة بهذه الحصانة التي موجودة هذه البيئة الجامعية إذا توافرت شروطها ومساندة من الوزارة لهذه البيئة الجامعية بالتأكيد الأستاذ سيبدع كون أن النجاح في البيئة الجامعية في ثلاث أساسيات أولا أولا اللي هو الأستاذ الجامعي والطالب والمنهج والبيئة الجامعية فالمنهج يعد الأستاذ الجامعي والبيئة الجامعية يجب أن تتوفر من قبل الوزارة وحكومة فيبقى عندنا الطالب اللي موجود لهم وأبنان وبناتنا اللي يجب أن تتوفر العوامل الثلاثة في أنه ننضج ونخرج طلبة مهاريين اللي هم مهارة اللي هم خبرة اللي هم قدرة على تمام دكتور هذه العناصر الثلاثة سنتحدث بها لكن قبل ذلك أريد أسأل جنابك باعتبار أنه أنت عملت في الجانب التنفيذي في هذا القطع وكذلك الآن تعمل في الجانب التشريعي والحديث عن لجنة التعليم والبحث العلمي النيابي وبالتالي أصبح لديك تصور كامل عن كل التفاصيل في هذا الملف لذلك أسأل هذا السؤال أين الخلل في أن نصل إلى مرحلة تمكننا كل الأوضاع من أن نعالج هذه المشاكل الخلل وين؟ بالجانب التشريعي؟ بالجانب التنفيذي؟ لو لا الخلل هو بالمنظومة بالكامل يعني خلينا نسميها أكو الخراب من يحصل رح يحصل في عدة مفاصل مثل قائد الخميدس وأن الأشكال تتغير لكن مستوى المنسوب ثابت فلا ينعى ولا يمكن أن ننعى بالتعليم العالي من الخراب يعني من دون الأخريات الوضع الاقتصادي غير جيد الوضع الاجتماعي إذا شوف مستوى الجريمة والمخدرات وتفكك الاجتماعي للأسف لأنه لا يوجد هناك ضبط يعني كثير من المفاصل هي في النظام السياسي وفي المجتمع وفي أركان الدولة اللي هي بها مشاكل عديدة فلا يمكن أن نحصن التعليم العالي والنعي به عن الخراب اللي موجود لهذا السبب أرى إصلاح يجب أن تكون عملية إصلاح شاملة قد نبدأ بالتربية والتعليم والقضاء ضبطنا هذه الإشكالات أو المشاكل التي تعتري هذه القطاعات ممكن أنه نبدأ بالإصلاح المنظومة مكتملة جيد خلينا نتحدث الآن دكتور في المفاصل التي تتعلق بهذا الجانب لكن من جانب الرقابي حتى بعدها ننتقل لكل الملفات اللي ذكرناها بالبداية كعملية تقييم للأداء ما نتحدث عن الفترة الماضية بها مشاكل ورح نتحدث عنها لكن الآن بعمر الحكومة الحالي لدينا وزارة ولدينا جهات تعمل ودور لجنة التعليم والبحث العلمي هو المتابعة والمراقبة أصبحت لديكم صورة كاملة عن طبيعة العمل عن الإيجابيات في العمل عن السلبيات في عمل الجهات التنفيذية المعنية في ملف التعليم من الصورة حتى اللحظة هي غير واضحة بالنسبة ليكون كل جنة أتحدث لا أبدا نحن نترف أغلب الموجودين في اللجنة هم كانوا يعملون في قطاع التعليم يعني حوالي نصف اللجنة وهذا يتيح يعني أن تقييم يكون سريع سريع أو أيضا تشخيص المشاكل لأن المشاكل كنا نعايشيها رح نجي شئون ونقدر نعالجها في هذا الوضع هناك مشاكل عديدة في شقعين في التعليم الحكومي هو في التعليم الأهلي التعليم الأهلي بنشاكل بي كثير أكثر من التعليم الحكومي بحكم وجود متنفذين في الجامعات هذه أولا متنفذين محاسبين الجامعات هي أقطاعية لهم يعني هو مستثمر لازم يتحكم في كل قطاعات ومفاصل الجامعة هناك دور قوة الوزارة في تعدين يعني 71 كلية وجامعة يصعب أنا أقول لك يعني واحدة من الجامعات المستثمر يدرس بيها يعني شون رح تضبط هذا المستثمر منه ما ينجح أو أسمى ذي تخرج لا تخرج لا تخرج تخرج نجي بالخير عليهم واحدة من الجامعات ما أخذتها يعني استيلاءات على أراضي بدون وعن طلبة هذا الموضوع استيلاء على يعني أرض الجامعة استيلاء واحدة من الجامعات الأخرى يعني كانت كلية تحولت إلى جامعة وهي ما أعتى الشروط في المساحة ما حقت المساحة اللي موجودة يعني كثير من المشاكل اللي موجودة هذا اللي اللي ممكن نشخص أو البارزات عندنا هذا بالأهل في الجانب العلمي يجب المستثمر أن يكون بعيد كل البعد عن الجانب العلمي هو مستثمر في هذا المجال نشكره من كل خلف الله عليك ورحمة الله والديك إلك بموجب القانون وهذا اللي عاكفين على تعديلنا وكملنا تعديله اللي هو قانون التعليم الأهلي الخاص اللي موجود مشينا كثير من الأمور أنه يجب أن المستثمر ما لصوت داخل الجانب العلمي لماذا وجدتوا أنه المستثمر يتحكم يتدخل ينجح ويرسب ويوجد طلاب ما يجون للجامعات ويمتحنون على مزاج المستثمر هذه قوة المستثمر يعني الصور أنه عمادات كلية ما بها شروط عمر الأكاديمي عمر الأكاديمي عمر الأكاديمي يعين هذا ليس صحيح يجب أن يكون هناك خبرة على قد تقدير كرئيس قسم عنده سبع سنوات إلى عشر سنوات رئيس الجامع رئيس عمدات كلية يجب أن يكون من عشر إلى خمسطعش رئيس الجامع عمد خمسطعش إلى عشرين سنة حتى يقدر عنده خبرة جامعية أكاديمية خدمة تعليمية يفهم شنو العملية دكتور نريد الحاسب الحاسب المستثمر لو الحاسب الوزارة 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 الجهاز أشراف هي المسؤولة صغيرة وكبيرة في هذا المجال بالضل اللي ذكرت قبل قليل من خروقات بعضها يصل إلى مستوى أنه الكلية أو الجامعة تبنى على أرض تم الاستيلاء عليها هذا معناته أنه الوزارة كلجنة الآن لديكم الصورة واضحة أن هناك تقصير في الإعداء وفي العمل المكيد بالتأكيد هو أحنا مو مجتمع ملائكي ولا مدينة الفاضلة تمام بالتالي التأثيرات موجودة وشان نقدر نقلل من هذه التأثيرات وننقى بالعملية التعليمية عن هذه التأثيرات يكون نجحنا كلما نقلل التأثيرات هذه هي نجاحنا وفرصة نجاحنا زياد جيد المستوى التعليم في الكليات الأهلية يعني نحن نتحدث عن هذه المشاكل التي من الممكن أن ينظمها القانون في المستقبل وأن تكون لها حلول لكننا نتحدث في المقابل الدكتور عن أجيال هي تتخرج من هذه الكليات مع مرور الوقت ومع وجود هذه المشاكل التي تتحدث عنها كيف يمكن أن يكون هناك عمل حقيقي على معالجة هذا الملف سريعا حتى لا تتراكم الأزمة وتتراكم الأجيال التي تتخرج بطريقة غير مؤهلة علميا في مفاصل مختلفة وبالتالي هل يمكن أن نقول أن التعليم الأهلي في العراق هو غير مهيئ لإعطاء الشهادة الأكاديمية لا وحتى يعني نحن نهتشين السلبيات كثيرة وحتى ننظم الكل بعض جامعات حريصة على هذا الموضوع وحريصة على أنه يكون مستوى مستوى العلمي جيد طبعا هو أني اللي مستغرب لأنه أنت كربح مادي متوفر عندك سواء شددت على الرصانة أم لا متشدد يعني الطالب عندك موجود بالتالي الطالب من يتخرج راح يفهم أنه أنت مشدد هذه تشديد أب على أبناء يعني هذا الشدة هي تأديب وليس تعذيب تأديب وتهذيب حتى يأخذ العلم اللي موجود لأنه راح يأخذ الشهادة يروح بسوق العمل ما راح يستفاد من عده لأنه ما عنده خبرة ما عنده مهارات فبالتالي ما راح يعمل بسوق العمل لهذا السبب أنه للأمانة أنه بعض الجامعات جامعات جيدة تتصل أو تتساوى من حيث الرصانة مع الحكومية ويعملون وزارة التعليم العالي على أنه إيجاد امتحان تقويمي للأهلية للكليات الأهلية وهذا اختبار أولي يعني مشكورة علي وزارة التعليم العالي عندما أطلقته وراح نحن أكون فرصة بأن يكون هذا الامتحان لكل المراحل ليس فقط المراحل المنتهية على أقل تقدير يعني في كل مرحلة يتم اختبارهم اختبارهم في موضوع مادتين دون أن نشخص المادتين الموجودة خليوا حد يدرسون كل المواد بها وبعدين نختار لا على التعيين مادتين تكون امتحانات وزارية هذا يؤدي إلى أنه عمل بجدية داخل الكليات الأهلية تمام هذا بما يتعلق في التعليم الأهلي دكتور دعني نتحدث عن التعليم الحكومي هل هو بأفضل حالات الآن ولا هو الآخر أيضا يعاني من المشاكل وإذا ما كانت هذه المشاكل موجودة شون هي نحن 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 قلة الموارد يعني اصطور كلمنا بداية الحلقة عن قلة التخصيصات مختبرات ويرهب رحنا باتجاه أنه يجب أن يكون هناك يدفعون مبلغ من المال يستخدم هذا المبلغ المال لصيانة وترميم الأبنية أسألك بالله بلد مثل العراق عنده موارد يعني يصير يصرف هذا التصرف أنه ندفع فلوس حتى نساوي شخص ما مقبول نحرم شخص آخر مثلا يعني انتظت هذا المشروع تعليم الموازن هذا تعليم الموازن مو صحيح بدليل أنه ما عندي منع أنه يصير خص خصة بالتعليم العالي لكن ضمن الشروط أنا عندي بدليل تعليم الأهلي موجود عندنا 93 أو دعني نقول عن كليات المجموعة الطبية طب الأستان قبل أقل معدل 98 في حين بالأهلي شقد 79 ونص فرق 18 درجة 18 درجة في 7 هنا نتحدث عن طب جائع عندك 98 حتى نقدر أنا عندي 95 ما رح نقبل طب الأستان 95 ممكن أن نقبل طب الأستان ذا رح يتم موازي طيب هذا ما أخذ 98 زميلة اللي ما أخذ 97 97 معدل ما قبل ما عنده فلوس من ذوي الدخل محدود إمكاني ما تسمح لبعين يروح موازي تعرض ظلم تعرض ظلم فإحنا كيف ننصف أبنائنا إحنا حتى نبني مجتمع معافة يجب أن نحسس هذا الشاب اللي عمره 18 سنة هذه البنت اللي عمره 18 سنة بينهم أبنائنا متساويين بالحقوق وممكن إلغاء هذا النظام وتوفير أموال وتوفير هذه النسبة لمن يستحق أنت تريد تدرس أكو هذه المعدلات في الجانب الحكومي وتتكافؤهم لأن هؤلاء مجتهدين وراغبته وأكو جزء 98 أو 99 ما يحب يدخل مجموعة طبية هذا حسب الرغبة اللي موجودة لكن إنه طالبي 1.95 1.97 شخص صلوح يدرس على حسابه وشخص آخر ما عنده قدرة مالية بي ندرس هنا أنا رح تكون ونعده من المساواة وما حق أن العدالة بين أبنائنا فمنها يبدأ شرخ النفسي عند الطالب أنا شون عده نفسيا شون رح عده شون رح عده كقيمة أو كشخص صالح في المجتمع جيد دكتور خلينا الآن أنا حتى نستغل الوقت أيضا نناقش الملفات لأنها ملفات كثيرة واحد من المواضيع اللي دائما تكون هي مثار جذل ونقاش سواء كان على المستوى الإعلامي على المستوى المجتمعي وعلى المستوى السياسي أيضا هو موضوع الشهادات من الخارج في اللجنة وعملية المتابعة والمراقبة صارت عدكم جلسات للنقاش بهذا الموضوع عملية دراسة دراسة جدوى لهذه الشهادات التي تأتي من الخارج وهذه الأعداد الكبيرة والمستمرة وأيضا نوعية ما يقدم من شهادات ونوعية الجامعات التي تقدم هذه الشهادات الجامعية درست هذا الموضوع أكو حلول لهذا الموضوع لهذه الأزمة خلص مستمرة طالما أكو تخصيص مالي للرواتب فالكل عنده طموح أنه يرفع من رصيد المال الشهري يذهب إلى دولة مجاورة يدرس شهر شهرين ورجع بدرجة علمية كبيرة هذا الموضوع مرتبط بمخصصات إلى أحد كبير أنه المخصصات الممنوحة للشهادات هي اللي كانت سبب في أن يكون دافع أنه تكون هناك أشبه بالهجمة على حصول على هذه الشهادات اللي موجودة واللي شجح أكثر هو قانون عشرين لسنة 2020 أنه الدراسة أثناء التوظيف إذن وساعت بها كورونا الدراسة أولاين ألكترون فصارت بها يعني أشبه بتجهيل في الحصول على الشهادات العلية سواء كانت بالماجستير أو الدكتوراه اللي ما عنده ماجستير أخذ ماجستير ولا عنده ماجستير راح أخذ دكتوراه خلال هالمدة القصيرة حقيقة يجب أن نعالج الموضوع من أساسه أنت تشوف الهدف منه هو تخصيصات المالية مالية بحت يعني 95% أدنى حليا يأما أن نقلل إلى حد كبير بحيث لا يشجع الدارس أن يذهب حتى يحصل على الشهادة الماجستير ودكتوراه نرفع التخصيصات إذا ما رفع نحن نقللها أو نعمل بالضوابط اللي كان معمول بها سابقا نحن كلجنة التقليب بالرواتب صعب يعني لأنه يثير غضب علينا مشكلة ومشكلة كبيرة رحنا بالتجاه الثاني اللي هو أنه تعديل قانون 20 لسنة 2020 ورجوع إلى التعليمات القديمة بقانون استعاد المشاهدات لسنة 1976 يجب أن تكون هناك مدة دراسة وأن يكون هناك جامعات رصينة وين 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 كل هذا يعني تحدد الجامعات أنا عن نفسي أتمنى أن أذهب بالتجاه الأول اللي هو أنه رفع المخصصات وأن تبقى هذه المخصصات في قانون الخدمة الجامعية فقط يعني واحد دكتوراء إذا ما يكون في دوائر بحثية في وزارته شامع بالدكتوراء جسوا بيها شنو اللي ممكن اللي يقدم أو يطور به من مهارات بالجاهة بالوظيفة إحنا عدنا كتاب صادر ووارد يأخذ دكتوراء ويأخذ مخصصات كتاب صادر ووارد يعني مع كل احترام الوظيفة كانت مستمعاتها أو درجة وظيفية يعني أنا أقصد أنه طالب دكتوراء أو حاصل عشاء دكتوراء شنو راح أضيفها في الصادر ووارد هذا طالب خرج عدادية ممكن يسوي موضوع العداد عدكم نسبة حصائية عن عدد الشهدات العليا هم أعتقد عادلين حوالي 8000 أو أكثر في الأشهر السابق فقط يعني يمكن يصل حوالي 120 ألف أدنى في مهي الاحصائية اللي موجودة مثلا 70 ألف في إيران ما أعرف بكلوريس ودكتوراء 70 ألف من إيران فقط هذه الأشهر بكلوريس ودارسين وماجستير يعني أولية وعليا خلصها كامل أولي وعليا في يعني كل المجموعة أعتقد 125 ألف وماجستير ألف غير لا يمكن أن يحصون بسعادة تقريبية لأنه يقسم مسجدين خصوصا النفقة الخاصة النفقة الخاصة لا يسجل إلا من يأتي يكمل يأتي يقدم وراقة للمعادلة تعرف أنه سيترس هذا الموضوع بالنهاية ألا يؤشر على وجود خلل أيضا أنا حتى أتحدث مع حضرتك الآن في جانب تقييم الوزير أداء الوزير كل اللجان هي مهامها الآن أيضا أن يكون هناك تقييم لأداء الوزير وبعض اللجان أصبح لديها تصور عدكم تصور واضح عن أداء الوزير وطريقة تعاطيه مع كل هذه الملفات لو تشوفون الوقت الآن مو مناسب لإعطاء تقييم حتى وإن كان تقييما أوليا في هذا الجانب تقييم كشخص الوزير وتنفيذ لبرنامج الحكومي هناك لجنة بسمها لجنة تخطيط استراتيجي واضح لجنة تخطيط استراتيجي بس يختم دور رأيكم لجنة تخطيط استراتيجي هي تابع ما تم تنفيذ بالبرنامج الحكومي وعلى أساس تقيم الوزارة بالنسبة نحن نظر لوزارة ككل في ملفات عديدة الملفات التي طرقت بها طمع شقد أن جزوا من عملية البنى التحتية البحوث العلمية أهل خبرة يعني تعرفون التفاصيل أروح على أداء أداء الوزارة نحن اليوم شخص إذا قيم شخص الوزير عالي أخلاق على الجناب محترف جدا لكن أروح على أداء أشوف أداء شن هو ونقيم المداء نحن نشوف أداء الوزارة بالمجمل ونتناقش هنم زملائنا اللي موجودين باستمرار في هذا الموضوع شون شوفون لدى حقيقة هم اللي جوز جوز تكمل أول القرارات اللي أخذتها الوزارة السابقة مثلا في قضية الدراسات العليا كنا قد أخذنا قرار بأنه الدراسات العليا يجب أن تكون هناك أكثر رصانة في هذا الموضوع فراحوا باتجاه رحنا باتجاه سابقة قيادة الوزارة السابقة أنه يجب أن يكون النجاح كشرط القبول بالامتحان التنافسي فمشوا بهذا الاتجاه لكن عملوا بيع أثرة فتحة صغيرة اللي هو طول خمس درجات فهذه شوية أثرت على نفسية بعض الطلبة أنه ما حق العدالة ومساواة في بعض اقتصاد تخصصات واحد طالب راسبا قبل والثاني ناجح في تخصص طالبا قبل بسبب أنه المقاعد وعاد الناجحين هنا الشيء كانت عندنا ملاحظة ونبهناهم لأخواننا عنها الملاحظة الأخرى أيضا قضية القبول في بعض الاقتصاصات يعني أتمنى أنه تبقى هذا القرار وأنه يكسرون خاصة في القانون قلنا 65 كحد أولي أو حد أدنى في التنافس ومن ثم ذهب ركزوا طرحة موضوع عندما كنت في الوزارة عن التدرسيين في وزارة التربية أعدادهم بوزارة التعليم العالي تدرسيين تدرسيين اللي هما كليات التربية والتربية الأساسية هذا يجب أن يكون لها رعاية خاصة وإلها نظرة خاصة في التعامل والترسين هؤلاء الخريجين من هذه الكليات رح يدرسون الطلبة في وزارة التربية تربية يجب أن يعدون يعدون في مستوى تعامل خاص وضحه خاص في هذا المجال ويجب أن نرسل هذه المخرجات أولى الترسيين يكون في مستوى وخمسيات أبدا الشيء الثاني المنهاج يجب أن يكون معد بشكل أفضل التدرسيين اللي يدرسون الطلبة في الجامعة يجب أن يكون رفعوا قدراتهم وإمكاناتهم يكونوا على مستوى هنا رح نعطي خريج متميز بالتالي هذا الخريج المتميز هذا الخريج المتميز رح يطينا طلاب متميزين يجونا للجامعة بعد أنه في أفضل صورة بعد أن يكونوا خريجين من وزارة التربية لأنه مخرجات وزارة التربية ومدخلات للتعليم فهكذا في هذا المستوى كنا نفكر في هذا في هذا الشمولية الآن شون تشوف أداء الوزارة بالمجمل هذه الفترة فترة الحكومة في ضوء الإمكانات التي أعيدهم جيد جيد في ضوء الإمكانات التي أعيدهم نحن معهم حالة وحدة نحن مدى نعمل هم الناس يتقبلون من عندنا واجتماعاتنا مستمرة والتصالاتنا مستمرة أيضا مع السيد الوزير وماشيين باتجاه جيد وانت تتحدث دكتور قبل قليل عن مثلا أن يكون هناك اهتمام في المخرجات التي تأتي من خلال وزارة التربية والحديث هنا عن كليات التربية وتربية الأساسية على احتبار أن هناك أدوار تكاملية تحصل بين كل الطرفين هذا يدفعني للسؤال أيضا ليش ما يكون هناك عمل مثلا على إعادة لجنة التعليم والتربية النيابية يعني يكون هناك دمج للاثنين في مجلس النواب كما كان الوضع في السابق أنه تدمج بصراحة يعني هي أكو عمل تكامل أو تنسيق فيما بياناتنا هسأ ليش تقسمت هي تعرف ليش تقسمت حتى يعني تكون أكثر عدد من اللجان فبالتالي تستوعب هذه النظام اللي ماشي بالدولة بشكل المحاصص المحاصص اللي موجودة لكن كوزارة التربية نعم كوزارة التربية مهم جدا بأنه يتابعون المناهج مهم جدا كون هذول العين الأساسية اللي ممكن أن يتقدم وتتطور المعلم والمهم جدا أنه يعد بإعداء الصحيح أيضا وزارة التربية وقائلة التربية يجب أن تكون من داخل العملية التربوية بالمجمل يعني أنا ما أجي بواحد ما فايت من يم الوزارة ودخلها سوي وزير مشكلة مشكلة كبيرة أنه حتى يدخل جو الوزارة يرى إلى ستة شهر حتى يفهم مفاصل الوزارة داخل مقر الوزارة مخارج الوزارة يعني بالتالي أنا ضيعت يعني وقت هذرت وقت في تطوير العملية التربوية وأيضا نازم نبتعد عن الشخصنا والأمزجة وكثير من الأمور والتحزب والمناطقية بيش هذا موجود مثلا تتحدث عن التربية وذكرت هذا في وزارة التربية موجود بشكل كبير يعني يوميا رئيس قسم بدلونا تثمرات مدير عامي بدلونا تثمرات يعني وهذا عدم استقرار راح يأدينا ما يشتغلون بريحية يعني مهدد شون تشتغل انت همك بكل يتعينك على الوزير لا يبدلك لازم يترضي الوزير لازم إذا قال أحمد يقول ارحمكم الله هو قاع بالوزارة هذا ما صار لهذا الشكل مو مو به هالنفسية مو بهالدور هذا ينقاد وزارة التربية شوف الأداة سلبي يعني أنا الحد الآن أشوف البوصلة مضايعة في وزارة التربية وزارة التربية يجب أن تكون أكثر في السياسة التعليمية في الوزارة والمسؤولين على السياسة التعليمية في الوزارة وإن شاء الله في قادم من الأيام احنا أدم ملفات نتناقش بها مع الزملان في لجنة التربية كون احنا ملفات تقويمية يجمع قوم ووزارة نشوف احنا كان تمام احنا في لجنة التعليم النيابية لكن معانيين في كل مفاصل الدولة في هذا دور الرقابي كنواب عن الشعب في هذا المجال جيد وهو بهذا الدور الرقابي قصة الملفات يعني مثلا هل منهم ممكن أن تكون هناك ملفات تصل إلى مستوى أن نشاهد فيها وزير التعليم ووزير التربية في مجلس النواب وتقدم لهم الأسئلة لو لا الأمور ما وصل لهذا الحد شوف احنا استاذ علي عزيزي بالبدء نقدم رؤيتنا ونقول يا استاذ علي أنت اخطأت في واحد ثانية ثلاثة عالجة قد تكون اخطأ غير غير مقصودة لكن ما يتكرر نفس الخطأ لا هذا تعمد في هذا تخريب في هذا المجال فبالتالي نشكد ننطيه فرصة هي أربع سنوات ننطيه فرصة سنتين بالتالي سنتين موصاعد ما الذي جاء يصير الذي يصير أنه هناك بالنسبة لأعتقد أكو شيء منها قبيل لسؤال أو أسئلة لأخونا وزير التربية في هذا المجال جيد خلينا نرجع للتعليم الآن جناب البروفيسور وإنت كنت تتحدث مثلا عن التعليم الحكومي والمستوى الموجود في التعليم الحكومي أثناء عملية البحث عن هذا الملاف والموضوع أثارني شيء أنه وزارة التعليم أطلقت منذ أشهر مبادرة تحت عنوان ادرس أكو موضوع قبل نغادر موضوع التربية وهذا مسحوب على كل وزارات وزير يجلس في الوزارة يجب عائلة تتحكم بالوزارة يعني كل قراءة وولدها عمه هم سرون ظل الوزير تحدث عن التربية التربية وغير التربية يعني حتى بهذه الحكومة وزير موجود كلهم موجودين وزارة عوائل عوائل هذا الشكل الذي يصير أنه أنا حتى أروح أجل أرضي كل قراءة بالوزير وعمامه وخواله يلا تدخل يلا تدخل تدخل على المنصب الذي تريده وهذا مو صحيح أو تبقى في هذا المنصب وهذا مؤشر سلبي على هذا الموضوع هذا يعني تعسف تعسف ستكون إن شاء الله هذه الأسئلة ونصح أول شيء ننصح ومن ثم نكون تجالس حتى لا نتعسف في استخدام دورنا الرقابي في هذا المجل لكن اللي تشوفوه الآن إنه عائلة تحكم الوزارة يعني عوائل مو بس عائلة مو بس الوزارة مزارة معينك ويغلب الوزارات المفترض أنه الوضع بهذه الحكومة مختلف مراقبة مختلفة يعني شي شي لحق رئيس الوزارة يعني شي يعني يراقب الأعداء يراقب العائلة يراقب يعني وكو أدى مستشارين وممشخصين هذا الموضوع وماشي خلينا نرجع للمبادرة اللي أريد تتحدث بها مع حضرتك أنه وزارة التعليم أطلقت منذ أشهر مبادرة تدرس في العراق وتتحدث عن أن هناك طلبات للدراسة في العراق واقعية هكذا مبادرة هل هي مبادرات تطرح لإعطاء صورة للمتلقي إعطاء صورة للمعنيين أن الوزارة تشتغل بشكل صحيح وتؤسس لوضع مختلف للمستقبل على أن تطوير والارتقاء في التعليم في العراق لا الأمر جزء من الشو جزء من الدعاية الإعلامية فقط لا يمكن أن يكون الوضع في العراق تحت هذا العنوان أن هناك جنسيات من دول متعددة تتقدم للدراسة والتعليم في العراق أنا متابع هذا الموضوع حوالي 240 إلى 250 طالب ونقدم للدراسة في العراق من دول مختلفة من دول مختلفة طبعا هم دول أيضا الباكستان اليمن إيران يعني هذان الدول المحيطة كبداية جيدة إلى أن تستقر البيئة الأمنية إيه بس أنتم وفعولهم خدمات سكن مجانا كل شيء مجانا في العراق هي زمالات مثل ما نحن زمالات تطيها الجامعات هذا حتى يزيد الرنك للجامعات أيضا نجي تعرفها جنابك بأنه حتى نقدر نفهم أنه هناك جامعة حتى يزيد الرنك لا توجد طلبة عجانب أو غير مواطنين في هذه الجامعة مثل ما احنا طلابنا أولادنا يذهبون للخارج على وقع الزمالات الدراسية فيعملون بهذا الاتجاه يشتغلون باتجاه الزمالة والمنح اللي موجودة فبالتالي تكون مجانية لكن نحن كبداية جيدة إلى أن يستقر وضعنا وضع البلد ومن ثم الروح في اتجاه آخر وكثير المقتصاصات عندنا اللي ممكن أن تستهوي الآخرين وعندنا تاريخ عندنا أرضية نستند عليها في هذا الموضوع يعني هو التاريخ غير كافي ما لم يكن هناك تطور يعني تطور حقيقي في العلوم هو في التطور دكتور خلينا نتحدث الآن بصراحة بهذا الجانب يعني من سنوات عندما تخرزنا مثلا من الجامعات المناهج التي درسناها في الجامعات يعني عندما نأتي مثلا مرحلة أولى جامعة مرحلة ثانية ثالثة أنت تدرس مواد مشابهة تماما للمرحلة الإعدادية إلا ما ندر يكون هناك اختلاف في بعض المواد تحدث مثلا عن العلوم الإنسانية الآن وحتى بعض الجامعات العلمية الأخرى متى يكون هناك عمل حقيقي للارتقاء في المناهج أن تعمل سواء كان وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي أن تواكم التطور الحاصل في كل بلدان العالم في موضوع المناهج أنت مقتنع الآن أن المناهج التي تدرس هي مناهج قادرة على تقديم نماذج علمية متقدمة تواكم ما موجود في الخارج نحن بالوزارة التعليم العالي وبحث العلمي هناك يجب أن تكون تطوير 20% لمنهج سنوي كل سنة يجدد بحيث أنه خمس سنوات والمنهج متجدد بالكامل هذا شنو التجديد؟ تجديد هو دخول النظريات الحديثة والأساليب الحديثة في التدريس وأضافة مادة أخرى ممكن أن تطور المنهج وتواكب التطور الموجود في الجامعات والبحث العلمي مشكلتنا أيضا عندنا مشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن البحث العلمي بحث جانب معطل طبعا تعرف البحث العلمي هو تشخيص وإيجاد حلول للمشكلات اللي موجودة اللي ممكن تعتري أي قضية معينة أو أي موضوع معينة فبالتالي في البحث العلمي ممكن حالها عملنا سابقا على تشبيك مراكز البحث في الوزارات في وزارة التعليم العالي بحيث أنه أي مركز أو أي مشكلة أي وزارة عندها مشكلة معينة تذهب في المركز ومن ثم المركز يطرح هذا في منصة محددة حتى ممكن أنه يطرح هذه المشكلة وبالتالي المراكز اللي موجودة في البحث العلمي تجد لها حل وأيضا هذا يعني مو بس قطاع الحكومة أيضا قطاع الخاص نستفيد من عنده حتى نفتح هذا الموضوع باتجاه أفضل ونستثمر الطاقات مثل ما قلت لحضرتك في إيجاد حلول لمشاكل تعتري القطاع الزراعي القطاع الصناعي القطاع القطاعات الأخرى اللي موجودة سواء كانت في قطاع العم أو قطاع الخاص لكن المناهج هي بمستوى الطموح الآن بعض المناهج متطورة وجيدة جدا تابعناها وهناك أيضا في دارة الدراسات والتخطيط ومع تطوير المناهج هل هناك تطوير للكوادر التي تدرس هذه المناهج هذه عندي في الكوادر القديمة مشكلة أقل لكن التعينات الجديدة مشكلة أكبر كون أنه هذه خصوصا أبنائنا وولدنا وبناتنا اللي خارجين ماجستير ودكتوراه حديثا وتعينوا يجب أن تعمل وزارة التعييم على البحث العلمي على الارتقاء بمستواهم ودخالهم دورات في تخصصاتهم ورفع قابلياتهم في سبيل يرحون يدرسون الطلاب هو على ذكر المناهج استحداث أو إضافة موضوع حزب البعض في المناهج في وزارة التعليم شون تشوفه إضافة؟ إيه إدخال هذه الفترة في منهج وزارة التعليم قصدك في يعني بالحقوق الإنسان أعتقد قرار ما أخذنا وزارة التعليم العالي وبحث العلمي شون تشوف هذا القرار؟ يعني هذه الذاكرة حتى نقدر يوميا مشترين هذه القضية أنه أمضمية وذهاب باتجاه تذكير الآخرين أخذنا بالحقوق العامة فبالتالي أدع الطالب أو المستفيد هو يقيس أنه من هو الظلمة من هو اللي تعسف حقه سواء كانت الحقبة السابقة أو بعض من موجودين في هذه الحقبة يعني ما نقول حقبتنا حقبة ملائكة وحقبة السابقة هم حقبة الشياطين حتى لين شيطن فبالتالي يعني كان هذا الموضوع موضوع قرار لجنة تم مناسبة لجنة حقوق الإنسان التي كانت موجودة في البرنامان وهم اللي أرسلوا التعليم العالي والتعليم العالي اللي نفذت مقرارات لجنة هو الاشكالية اللي تطرح من البعض في هذا الموضوع دكتور وأنا الآن أتحدث مع أكاديمي يعني موضوع التدريس مثلا في المفردات الأمر يلعب دور كبير ما نتحدث عن التوصيف هو حزب البعث العربي الاشتراكي حزب البعث العربي الاشتراكي هو عامل ويشتغل الآن مثلا في سوريا وبالتالي أنت تدرس المنهج تحت هذا العنوان هناك من يقول كان يفترض أن يكون العنوان مثلا تحت عنوان جرائم صدام أي عنوان آخر غير عنوان حزب البعث العربي الاشتراكي نحن بصراحة حتواذ نكون دقيقين الأفكار لا تحارب يعني ممكن الحجة تتحضب الحجة قد ما تبنحها في مكان والسانتها في مكان هذا راح يشكل ازدواجية عدة الطالب الطالب راح يسال يقول نحن يذكر لك سوريا يذكر سوريا اللي موجود أو أنا في الامتحان أذكر النموذج السوري والنموذج العراقي شون راح يتعامل بهاي الأستاذ وبالتالي راح يشتغل على موضوع مهم اللي هو موضوع المنهج ويتحدد بالمنهج يتحدد بالمنهج ووهو مكتوب بالمنهج فقط جيد أنا ريد أتحدث بشكل عام تحدثنا في المشاكل جناب الدكتور على المدار الوقت الماضي خلينا نتحدث بالحلول الحلول الآن هل هناك فرصة لحل هذه المشاكل اللي تحدثنا بيها منذ بداية الحوار وإلى الآن ترى أن هناك بيئة سواء كانت بيئة تشريعية بيئة تنفيذية أو رغبة لدى كل الجهات المعنية ومؤسسات الدولة بشكل عام لحل هذه المشاكل لأننا نتحدث عن تركة ثقيلة في هذا الملف على مدار السنوات الماضية هناك مشاكل هل هناك حلول قابلة للتنفيذ على الأقل منها ما هو قريب التنفيذ ومنها ما هو بعيد التنفيذ الذي يحتاج إلى وقت طويل أنك تعتقد بحكم الممارسة على مدار السنوات الماضية البيئة الآن غير مهيئة لإيجاد حلول سريعة أو حلول طويلة بخصوص التعليم العالي بالتعليم العالي كل هذه المشاكل أولا هذا الحلول هو وضع أو رصد موازنة حقيقية لأبي طموحات التعليم العالي ومن ثم نخصص مبالغ ونهيكل البحث العلمي أيضا يجب أن يكون هناك شيء مهم للبحث العلمي ودفع للبحث العلمي للأمام منطي حقه مغيب تماما وزارة التعليم العالي وبحث علمي نشتغل على التعليم وتركين البحث العلمي البحث العلمي هو المتطور الحقيقي هو المعياء يعني التعليم ومن ثم البحث العلمي كون أنه ما يمكن أن يدخل واحد بالبحث العلمي ما يمكن أنه بالتعليم هذا الثنائية اللي موجودة في التعليم العالي يجب أن تكون لها مغذيات حقية وتكون سبل للنجاح أولا هذه السبل هي الموازنة اللي موجودة واختيار أشخاص قياديين حقيقيين المؤمنين لهم قدرات على القيام ببرنامج حقيقي لنهوض بالتعليم العالي ما قد أثرت السياسة والمحاصصة بالتحديد دكتور على الوزارة وإداء الوزارة كثيرا سمنا نتحدث عن هذه الفترة على مدار سنوات الماضية كثير جدا كثير جدا تكاد تكون نسبة كبيرة أنه تعرف في المحاصصة لعب الدور يعني حتى باختيار القيادات حتى باختيار قيادات جامعية حتى باختيار كليات قيادات كلية وهذا يعني إشكالية كبيرة في هذا الاتجاه جيد الموازنة تعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك عمل لمعالجة هذه القضية قضية الموازنة التي تخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي والبحث العلمي يحتاج إلى تخصيصات مالية لوحدة إذا ما أردنا نتحدث في هذا الجانب وأيضا أطرح هذا السؤال لأنه ليش ما شفنا أكو احتراث كبير من لجنة التعليم على ما خصصه للوزارة لا أبدا لأننا نتحدث عن موازنة ثلاث سنوات نحن طرحنا البجداول راح تتغير الجداول لكن الموازنة ثلاث سنوات لكن هو منطاك من البداية ما راح تتغير السنة ثانية يعني تعبنا وحاولنا أنه نحرك موضوعة على أقل لكن دخلنا في بالإستثمارية لبناء البناء التحتية في جامعات المستحدثة وهذا مهم خاصة بعض المبالغ لجامعات المستحدثة أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور ياسين الثاف شكرا جزيلا للي حضرت حياك الله أنا أشكرك شكرا جزيلا إليك ودائما أشكركم أنتم سادة المشاهدين على طيب وكرا المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة